انا مش عايز اخدك من كواليس العمل ويمكن احنا عايشين الاجواء الخاصة بالكواليس وانا شايفة قد ايه تعبكم لكن يعني كمنتج هذه السنة تحديدا استطاعت مصر من خلال اعمال مختلفة ومسلسلات متنوعة مختلفة انها تحقق نسب مشاهدة ونجاح وتأثير قوي جدا مش في مصر فقط ولكن في البلدان العربية يعني ندوك فني وتنوع ثري جدا حتى على كافة المستويات بداية من الورق ومرورا بالموسيقى التصويرية التمثيل الصورة ما يميز المسلسلات المصرية من وجهة نظرك كمنتج هذا العنى طبعا المنتج المصري هو منتج مختلف وعنده خبرة والمنافسة الشريفة اللي بتحصل خلال الشهر الكريم ده بتخلي انه كل واحد عايز يعمل الاحسن وكل واحد عايز يعمل الافضل وهذه المباراة العديلة والشفافة بتدي دايما قوة لقوتنا النعمة قوتنا النعمة اللي هي الدراما اللي هي النهاردة الوطن العربي كله بيحبك ويعلم قيمتك واحنا كمان بنحبهم طبعا يعني وبيعلم قوتك قد ايه انت بتقدري تعدي الحدود بالميديا بتاعتك طبعا كل ما بتتقدم الدراما المصرية كل ما بيحصل منافسة كل ما فيه اطراف مشاركة قوية طول ما فيه ابداع انا اعتقد ان دي قوة مصر النعمة اللي احنا بنحافظ عليها كلنا من منتجين لكيانة بتاعت الدولة لكلنا بنحاول نطلع بحاجة تبقى قوية مستشها دي يعني هذا العمل فيه اسامي من اجيال مختلفة اسامي كبيرة جدا وتعاون ثاري جدا جدا للخروج بهذا العمل كيفية التضافر بين كل هذه العناصر والاسامي ازاي تمت لإظهار هذا المستوى الفني المتميز طيب يعني انا هقول دايما بخص ريمون مقار ومحمد محمد عبد العزيز بانهم عندهم حس في استقطاب النجوم وعمل توليفة تجارية نجحة جدا وكلمة تجارية احنا اتكلمنا عليها ونتكلم عليها انها ازاي الجمهور يتفرج يبقى فيه وجبة فيه نجوم تقدر يتفرج عليهم مع الهارموني اللي بيحصل ديه ده بيطلع شكل جديد وبطلع حالة جديدة بتشاف على الشاشة طبعا السنة دي كانت حرب فنية اكتر من 13 نجم و36 وجه جديد عدد كبير جدا من المجميع ده تطلع عمل تقدر تشوفيه على الشاشة بطريقة ان شاء الله يبقى جديدة